بسم الله الرحمن الرحيم هي يرقيها أساساً الدكتور أحمد البنهاوي لكن حبيت أن أقدم للدكتور أحمد البنهاوي عن محاضرة بعنوان تشابه الملامح والتفريع التطوري في تصنيف النبات وقبل أن أقدم للمحاضرة أقدم الدكتور أحمد الدكتور أحمد البنهاوي حصل على درجة البكريوس في النبات من جامعة قناة السويس عام 1999 بتقدير عام جيد جداً مع مرتبة الشرف وحصل على المجلس سيل في تصنيف النبات أيضاً 2006 ثم حصل على الدكتوراه من جامعة قناة السويس بالتعاون مع جامعة ريدنج في بريطانيا عام 2015 ثم تم الترقياته إلى درجة أستاذ مشارك في تصنيف النباتات الزهرية آآ الفين اتمين وعشرين هو طبعاً آآ أنا كنت سعيد جداً بالمحاضرة أو اللي قدمه الدكتور أحمد في لجنة الترقيات ومن ساعتها وأنا في زيني أن أنا نسمع الدكتور أحمد في آآ المنتجم آآ الدكتور أحمد حصل على البيتات الشرف مشترك طبعاً آآ الفين مصر الخير لاستكمال أبحاث الدكتوراه 2013 ثم فاز بمنحة أبحاث ما بعد الدكتوراه في جامعة فلوريدا بمعمل بروفوسير دوجلس سولتس وباميلا سولتس دوجلس وباميلا سولتس من علامات السيستيماتيك بوتني في الولايات المتحدة الأمريكية وربما العالم كله وخصوصاً ما يسمى الملوكلر سيستيماتيكس أو التصنيف الجزئي وهو الموضة اللي بدأت تقريباً في النصف الثاني من القرن العشرين ويمكن هي آآ من آآ خلتنا نفكر في هذه المحاضرة باعتبار ان في طرق آآ جديدة للتعامل مع الداتا لان برضو الداتا مختلفة عن الداتا اللي كانوا بيتعاملوا فيها فيما قبل ذلك عشان كده عايزين آآ نعمل أبديتنج للمعلومات في الملوكلر سيستيماتيكس والطرق البرامج الكمبيوتر والطرق الحديثة فيها في هذه المحاضرة ان شاء الله الدكتور احمد طبعاً اتعايد معيد في كلية العلوم جمع قناة سويس سنة 1999 نشتغل من ساعتها امين ما يعشابها يعني الرجل منذ بدايته وهو في علم التصنيع آآ وبعد طبعاً تدرج في درس مساعد ثم مدرس ثم أستاذ مشارك آآ ده التدرج الوظيفة الدكتور احمد آآ هو عضوة تلات جمعيات رئيسية الجمعية النباتية المصرية والجمعية المصرية لعلوم الميئة والجمعية الدولية للغطاء آآ النباتي آآ دكتور احمد برضو بيحكم لمجموعة من المجلات الدولية آآ تكهلمية وتكهلمية طبعاً معروف ان هي مجلة تصنيف مصرية بحتة تصدرها جامعة القاهرة والمانيجينج ايدو التربوتاح والدكتور اشرف اه توتيق وهي حالياً تبع آآ الايجيبشن نوليج بانك وتخدرها سبعة يعني تاخد زيها زي اي اي مجلة في السكوباس او في الويب الساينس عند الترقيات وان شاء الله تاخد آآ امباكت فاكتور ده قريباً لان هي موجودة على موقع سكوباس آآ بيسجل بيحكم ايضاً وهي مجلة معروفة جداً في مجال الاصول الوراثية والباكستان جونال البوتاني وهي برضو مجلة معروفة وناس كتيرة بتنشر فيها والميتو كوندر الدي ني بارت بي ريسورس برضو من تيلور اندفرانسيز ناشر المعروف قريباً جونال لوف ساينس ان دي انجينيرينج ده تابع شبرينجر ثم البلانت جينياتيك رسوسيز ودي تابعاً كيمبريج دكتور رحمة ده مشاركات كثيرة كمحكم لمؤتمرات شباب البحثين بشكل خاص في جامعة القانون السويس و هي من الجامعات اللي بدأت حكاية مؤتمرات شباب البحثين وبعد كده بدأت جامعات تانية تقلدة زي ضمياط وسواج الاخنة او بل حلوان ان شاء الله في دورة تدريبية كمان شارك في دورات تدريبية عن طريق دورة اسمها زريف اسمه انقاذ الارواح عن طريق شجرة الانسان وطبعاً حصل على دورات كثيرة في اكثر من دولة وشارك في اطار ملتقى الحوار بين العالم الاسلامي ودولة المانيا الاتحادية واشترك ايضاً في صفاقص في دورة تحت النهج الجيني لخضايا التنوع البيولوجي وطرق بناء الاشجار التطورية وان شاء الله نتعلمها من الدكتور احمد النهاردة وايضاً في دورة تدريبية عن مقدمة المعلوماتية الحيوية وده كانت في مماعة التكنولوجيا الحيوية للدراسات العليا والبحوث في جامعة قناة اسويس ده الدكتور احمد اللي هيكلمنا بعد التقديم بعد ان اقوم بتقديم المحاضرة ثم يبدأ الدكتور احمد بعد التقديم اللي انا هقومي انا مش هعرف نفسي لان انا قبل كده تعرفت في ان انا الدكتورة فاتح بادر استاذ في كلية العلوم جامعة حلوان حالياً والمحاضرة زي ما نرجع لتصنفها هو عنوانها كان الفنتيك والكلاديستيك ابروشيز في البلانت سيستيماتيكس والبولوشن والسيستيماتيكس هو طبعاً بتعريفه نعرف التكسونومي اولاً كلنا عارفين التكسونومي هو ده التعريف البسيط التكسونومي البايو سيستيماتيكس هو بيبقى برودر طبك عن التصنيف لانه بيشمل التكسونومي مع الستراتيكال والأبلاد أسبكس والبولوشن والجيناتيكس والسيستيماتيكس يعني هنا الوراستة بتلعب دور أكبر في عملية عن التكسونومي الاسكوب البلانت تكسونومي كلنا عارفين النومنكليتشور التسمية والتعريف وعارفين كمان ان فيه ثري بايزك تايبس النظام الاساسي اللي قام عليه علم التصنيف اللي بيسمى الارتفيشيال كلاسفكيكيكيشن وده بيبقى بيزد على تيو كاركترز فور ديفرانشيشن أو بتوين بلانس أو بتوين أرجانيزم ثم بعد مايكل أدنسون بدأت الناس تشتغل على ما يسمى الناتشل كلاسفكيكيشن اللي هو التصنيف القائم على التشابه بين الأنمع وبعضها أكثر من مجرد أننا فرق بينهم بطريقة صناعية ثم بعد نظرية التطور لداروين بدأت الفايلوجيناتكس أو الفايلوجيناتكس ودي اللي بتأخذ في الاعتبار عملية العلاقات التطور للنبات في الاعتبار الريسنت أبروتشز اللي هي بدأت في النصف الثاني من القرن العشرين مايسمى الفايلوجيكس أو تصنيف تشابه الملامح هو قائم على دراسة العلاقات ما بين المجموعات النباتية أو الأنواع بناء على التشابه الكلي للملامح مش بس بقى بمفرق بينهم بطريقة الارتيفشيا لكن بنشوفهم متشابهين قد ايه بطريقة الريسنت او التشابه الكلي لديستيكس بيقوم على التفريع التطوري قد ايه الأنواع دي كانت مشاركة في نفس المصاري التطوري عبر التاريخ الاتنين بيعتمدوا على مبادئ الفايلوجيكس وعلشان كده بنقول ان الـ modern phonetics والـ phylogenetic approaches started with the numerical taxonomy مع بداية التصنيف ده في الستيناب من القرن العشرين بدأ استخدام الكمبيوتر في التصنيف واستخدام الكمبيوتر في التصنيف بدأوا اتنين واحد اسمه سنيس واحد اسمه سكوجن وكانوا بيعملوا حاجة وعملوا كتاب مشهور جدا سنة 1963 اسمه numerical taxonomy والناس بدأت اشتغل عليه طبعا استاذنا البطول عدل الجزار هو اول واحد اشتغل numerical taxonomy في جامعة Southampton طبعا انا لما سفرت انا صيحك كنت بعثيتي وراسة لكن استخدمت التصنيف كمنتج سناوي من منتجات الواس الفنتيك approach هو فنتيك applied in such classification which express relationships in terms of similarities between present today properties and plants without reference to how they came to baptism ببقى هنا بناخد الresemblance present today resemblance دون الارتباط او شرط ربطها بالانسيستري لكن في الكالاديستيك وده ترم عمله هنج في الستينات برضو عالم الماني بتاع حشرات قال ان الكالاديستيك يبقى هنا طبعا الخامس ممالك ازاي ناشقوه بالإبديوشن بدأت الناس تتكلم بقى عن التصنيف التطوري وزاي المونيرا ادت البروتستا والبروتستا خرجت منها الفانجوي بالابسوربشن والنباتات بالفوتسين سنوات والحيوانات بالإنججشن وازاي النباتات نشأت من الكارا من التحالب ذات الكارا والكارا بدأت تدي البروفايتس ببتعيش على الارض ثم بدأ يظهر باسكولار سيستم لنباتات فبدأت تبقى تريبوفايتس ثم بدأ يظهر السيدز فبدأت تبقى نباتات رية ثم بدأ يظهر غطى للبزور فبدأت نبقى النباتات مغطاة البزور دول تقريبا المملكة النباتية كما ندرسها حاليا ببرضو بالمموعات الاربعة الأساسية والتريدوفايتس والجيمنو سبيرمز والأنجو سبيرمز والمصار التطور المفترض لهم طبعا عبر أتالي لما نجي نبص على الحالية ألاقي أغلب النباتات الجيمنو سبيرمز والكولمز والجيمنو والسايكاتز أغلبها انقرب لأجزاء الصرفين وبدأ الحالي ربط سنة عند حوالي 200 و 200 سنة بعدها تظهر النباتات المغطاة التوبسي دا وبعد الجيمنو وبعد السايكاتزة لسه موجودة لكن أغلباً في كورس الأرشي بناء النباتات الزهرية بقى although هي الجيمنو سبيرمز والأنجو سبيرمز بنقول ان هي فينا المانوليدي اللي هي المجموعة البدائية ثم البيزال أنجو سبيرمز النباتات الأنتجو سبيرمز اللي نشأت منها الزوات الفلقة الواحدة ثم زوات الفلقتين و زوات الفلقتين دلوقتي بيقولوا ان هي بتسمى اليودايكوتس وفي البيزال اليودايكوتس اللي منها الروزيدز الورديات والأستريدز ثم الكادوفليدز والبيزاليوضايكوزي ده التصنيف اللي غالباً الملوكر السيستيماتيكس أصفر عنه وهو متفق كثيراً مع تصنيف كرونكوز اللي أغلب الكتب بتدرسه وبتقسم زوات الفلقتين إلى ست سب كلاسيز اللي هي المجموليدي أقدم المجموعات ثم الكادوفليدي والهامليدي والدلينيدي دي مجموعات أكثر بدائية ثم الروزي دي منها مجموعات بدائية نباتات بدائية ونباتات متطورة والأستريدي أغلبها بتبقى أكثر تطورة من المجموعات الأخرى زوات الفلقة الواحدة فيها خمسة سب كلاسيز اللي هم الأزمتيدي والأريكيدي والكومينيليدي والزينجبريدي واللينيدي ده المدخل اللي احنا بندخل به بقى إيه هو الفناتكس اللي هي الأوبرول رزنبلانس وبنشوف بعض التعبيرات المتدولة إيه هو الفناتكس similarity الـ overall resemblance between organisms باترستكس similarity الـ components of overall similarity due to shared ancestry دي السimilarities اللي جاية من أصل مشترك إنما الـ overall ممكن تكون similarities جات نتيجة الـ convergent evolution لكن لا تشارك أصل مشترك اللي همو بلاستكس similarity اللي همو بلاستكس similarity اللي همو بلاستكس similarity هي الـ component of overall similarity due to convergence from unrelated ancestors أو اللي اللي جات من الـ parallel or convergent evolution or from character state reversals character state reversals إن الصفة تظهر ثم ترتد وظهور الارتدات في الوراثة حاجة معروفة ولذلك تلاقي إن الصفة تختفى في الأبوين ثم تعود في الحفيد يبقى هنا الصفة رجع التالي من طبقات الفينيتيك أبروتش كان جزء من بحثة عمل في رسالة الدكتوراه اتنشر فيه في الـ new phytologist وكان بيقسم الـ subgenus molium من الـ genus allium باعتماد على التشابه الكل في الشكل المرفولوجي والتغيرات الكروموسومية ولقينا إن اللباتات الأصول الأمريكية اللي هي على الشمال دي اللي هي بيسموها ornamental allium لأن هي أشكالها جميلة وبتستخدم كأبصال زينة كلها بتشترك فيه توقع على 14 كروموسوم بينتمي لها مجموعة من الأنواع الأوروبية اللي بتشريكة نفس الكاريوطايب شكل الكاريوطايب ثم مجموعة المديترينيان اللي بيبقى فيها 7 كروموسومات اللي فيها 14 كروموسوم أيضا لكن فيها مجموعة من الكروموسوم زي Allium, Rosium وAllium, Erdolia فيها 16 كروموسوم لكن الكروموسوم الزوج الكروموسومي اللي هو الخمستاشر والستاشر جم عن طريق انشقاق السنترونيك ثم في بعض أنواع تانية فيها 18 كروموسوم لكنها لازالت تشاركهم لانتماء التصنيفي لأن رغم تغير العدد الكروموسومي الجينات الموجودة على الكروموسومات بتكون متشابهة وبالتالي بتدي نفس الملامح لهذه المجموعة من الـ Allium عشان كده لازالت بتشارك في ما يسمى سابجينس مولين بعد كده عملناها برضو في أنواع تانية في الكروموسومي اللاريان عشان ما برضو في الفينيتيك سم الكلاديستيكس بقى قلنا ان هي عبارة عن attempt to determine branching a button اللي بنسميها الكلاديوجينيسيس في الإفليوشن which had given rise to monophyletic groups of taxes monophyletic يعني وحيدة الأصل ولما تبقى وحيدة الأصل الكلاديستيكس تدي بنسمي عملية التفريع النفسية كلاديوجينيسيس والأفرع الناشئة بنسميها الكليدس أو المجموعات وusing the draft abomorphic abomorphic نصف ده الصفات المتطورة هي البديل للحديث للصفات المتطورة واللي هي بتبقى مفضلة عن كلمة advance فيه برضو مجموعة من التعبيرات اللي هي بتستخدم في الكلاديوجينيسيس زي السنابي مورفي هي الصفات بتبقى shared ما بين two species أو two groups of taxa ودي بتعتبر أن هي صفات derived through evolution from a common ancestral form صفة دي جات من صفة مشترك البليزيو فورم هي character state that a taxon is inferred to have been retained from the ancestor يعني التاكسون ده اكتسبها من الانسيستر ولازالت موجودة فيه حتى لو كانت اختفت من الانسيستر الابومورف هي صفة متطورة جدا وغالبا بتبقى diagnosed a clade or even to define a clade name in phylogenetic nomenclature دي برضو ايه الهوموبلاسي traits that have common ancestry ممكن تبقى شابها لها نفس وظيفة أو ملاش الانولوجي هي traits with common function وقد يكون لها الانسيستر أو ملأة ممكن تبقى sharing ancestry or not may or may not look alike الحقيقة التعبير التالت برضو في الكلاديوجينيسيس الهوموبلاسي ودي traits are similar because of convergent evolution يعني دول شابها بعض بس ما مماش جايين في نفس المسار التطور الجروبس بقى ده عن traits عن الصفات الجروبس بنكلم عن monophyllitic group مجموعة وحيدة الأصل polyophyllitic group مجموعة لها أصول متعددة two or more different distinct ancestors paraphyllitic groups artificial assemblages that include common ancestor and some but not all of its descendants الأنسيستر موجود لكن كل ولاده مش معايا بعضهم موجود معايا وبعضهم مش موجود out group دي مجموعة phylogenetic outside the clade خارج المموعة وغالباً متستخدم كمجموعة قياسية وده غالباً عشان كده بنسميها out group وغالباً لازم تكون مش غالباً هي لازم تكون monophyllitic sister taxa هي two clades اللي بيبقوا تقريباً متشاب أكثر متشابوها مع بعض الفيولوجيني غالباً بيقوم على مبدأ البارسيموني والبارسيموني هو الطرق إلى النقطتين وأقصر التغيرات اللي تتم هي اللي بتبقى أفضل ما نعملش افتراضات كتير علشان ما نطلخبطش ونفترض افتراض يكون صحيح والمفترض أن يتم بأقصر أطور الكلادوغرام اللي هي الشجرة التغيرية هي البارسيموني هي الشجرة التغيرية بيبقى أفضل من جوابت ونظر الطريقة التي تتم باقصرها متشابوه من الذانب والمعادة من الشجرة التغيرية الشجرة ده مجموعة بعيدة او جروب وفيه اتنين كلادو جرام ده برانش وده برانش وبيرتبط بنقطة واحدة اللي هي الاصل المشترك طبعا هناخد ايه النقطة النوت والروت والبرانش والبرانش لينس ديبقوا ممين جدا في الاشجار لو احنا رجعنا بقى للمجموعات النباتات الاصلية اللي هي الموسز والفيرنز والبينز والديزل هي مجموعات البروفاتس والتريدوفاتس والجيمنس بيرمز والأنجنس بيرمز هنأعتبر ان الكمن انسيستر ده ده بدأ الكمن انسيستر وان كومن انسيستر تو كومن انسيستر ثري هنا هنا عدم وجود فاسكولر هنا وجود بزور هنا وجود مغطاة بزور ومهارات بزور اغلب الابروتش بتاع الفيلو جينيتك الملوكرا سيستماتيك استعتمد على الملوكرا داتا والملوكرا داتا بتبقى ملائمة جدا للابروتش ده اولا لانها يعني منتشرة تقدر تاخدها في اي وقت ان هي بتستيبلي انهيريتد الوراسة بتاعتها مستقرة وتنتقل عبر الاجيال ان هي لها ملطب الاليلز لنفس الماركر لها اشكال مختلفة لنفس الصفة ان هي ليست لا تتأثر بعدد من الجينات تقدر تاخد كل ماركر على انه جين او حتى على انه ميوتيشن ثم تقدر تحصل عليها من اي نسيب بتقدر تاخد من الاوراق من السقال من اي جزء في اي سن من النبات ما تستناش لما النبات يظهر ويبقى كامل جدا بس لازم ناخد في اعتبارنا كمان النبات ده يكون معروف وكله عينة مع شبية علشان ما هنعارفين بنتكلم عنه اه برضو بيبقى لها تقدر تحتفظ بالدي الفترات طويلة ده كنا اشتغلنا عليه بالكولوروبلاست دي وعملنا على اشتغلنا على طريب جينيستي في الجيمنوزي وكان المشكلة نشوف الترمس ينتمي الى هذه المجموعة ولا ينتمي وكان العنوان اللي احنا اخترناه ان الترمس سواء في اوروبا او امريكا له اصل مختلف عن بقية اعضاء الطريب جينيستي اللي هي السيتوزيس والجينيستي اولا لانه دول بيبقوا ودي شوية ودي بتيبقى هيربس ثانيا السيخان هنا مختلفة وبالتالي اصبح الترمس خارج هذه الترمس منذ هذا البحث سنة 1994 جربناه برضو في الترايفوليوم والترايفوليوم يمكن دكتورها حنانسي احمد في طنطق كانت شهد عليها دكتورها سنة 2000 واشتغلت ال ITS سيكونسي واشتغلت السيكونسي وحديثا عملنا جزء تاني من الشغلة على سيكشن اسم سيكشن ترايفوليوم ترايفوليوم طبعا فيه حوالي 42 نوع وسيكشن ترايفوليوم هو اكبر السيكشنس وكان مصنف حسب زهر اندهيلر ودول اللي عاملين عليه كتاب مشهور جدا جينس ترايفوليوم معروف ان زهر اندهيلر اتنين اسرائيليين قطر ناس اشتغلوا على الجينس ترايفوليوم لكن لما احنا جينا نشتغل بالفالوجنا على هذا السيكشن لقينا ان هو تقسيمه الى 17 سيكشن تصنيف مبالغ فيه جدا وتفريق مبنع انواع كثيرة متقاربة مع بعض وكانت النتيجة اللي احنا لانها لما غطينا اغلب الانواع اللي موجودة بال ITS سيكونس ان هما ممكن يكونوا 3 كليدز كليد 3 صغية وكليد 1 وكليد 2 وده تقريبا البحث المشهور سنة 2021 وطبعا الملكة السيستماسيك شعال عليها الانجيو سبير موفالوجين جروب وده مجموعة مشهورة جدا ده التصور الرابع لمجموعة الانجيو سبير موفالوجين جروب سنة 2018 والفالوجينات الانجيو سبير موفالوجين جروب تضم مجموعة من يعني اشهر علماء السيستيماتيكس او الملكة السيستيماتيكس منهم باميلا سولتس ودوجلس سولتس اللي كان عندهم الدكتور احمد في فلوريدا منهم كيس اللي هو في كيو جاردن منهم ليندا واتسون اللي احنا تعاولنا معاها وكانت مشريفة الدكتورة حنان وانا سافرت عندها برضو في المهمة العلمية بتاعة الفلبرايد والمناسبة الدكتور احمد برضو كان واخد منحة الفلبرايد اللي قضاها عند ديفيد سولتس وفاميلا سولتس وبهذه المحاضرة بقى الدكتور احمد هوري جعلوكم تاني بالصورة وبالعنوان وده هيبدأ الدكتور احمد يستكمل المحاضرة وهترك الدكتور احمد وانا سعيد جدا ان هو بيشاركني او انا بشاركه في هذه المحاضرة ان شاء الله نتعلم طرق الفالوجيني علشان بعد كده اللي يستخدم كلمات الفالوجيني يبقى مدرك لابعاد التعبيرات العلمية الجديدة ويتعلم طرق how to construct phalogenetic tree based on solid evidence من taxonomic data تفضلو دكتور احمد انا هاكروك وحضرتك شكرا هانا اعمل مصباح دلوقاتي اه تفضل فى انت امسم الله الرحمن الرحيم قصود واضح كده خمام descr اuccess أنا في البداية طبعاً بشكر أستاذي لأستاذ دكتور عفتاح بدر على المقدمة الرائعة الوافية للمحاضرة وبصراحة هي مقدمة أوفت بكل النقاط اللي احنا نتكلم عليه الشكر موصول سريعاً لأستاذتنا سيد دكتور عفاق عامر وأستاذنا دكتور أشهر سليمان والزمير العزيز أستاذ دكتور سامي ربيع على سماح حملية بأن أنا أتواجد وسط حضرتكم وأتمنى أن أكون ضيف خفيف عليكم وإن شاء الله يعني نطلع باستخابة جديرة على قدر المستطاع وعلى قدر الوقت المتاح إن شاء الله أنا أعتبر نفسي أن أنا أتنم في بار 2 اللي هو how to construct the tree أنا في عندي objectives الobjectives بتاعة المحاضرة بسيطة جداً إحنا في النهاية أو في نهاية المحاضرة اللي كان بقيها بجايين دول هنطلع في الآخر بobjective أن إحنا إزاي نقدر نعمل construct the own file genetic tree بتاعتي بنفسي من غير ما أحتاج أن تي حد يعني يساعدني إلى حد ما فأول حاجة لازم حبقى familiar بالtree construction pipeline إيهي الخطوات نحنا هنحتاج أن نحنا نعرفها نمرة اتنين عايزين نعرف meaning يعني إيه homology search ويعني إيه multiple sequence alignment أو MSA ثالث حاجة عايزين نعرف إيه هي different tree building methods لأنها في منها أكتر من طريقة وإزاي أن أنا أقدر أختار الطريقة المناسبة للdata المتاحة عندي بعد كده هنتكلم في حاجات عامة قد يكون يعني حضراتكو أسابزة فيها اللي هي يعني إيه D&E substitution model وإيه فايدتها في عملية reconstruction للphylogeny نمرة خمسة وأهم نقطة عندي إن أنا أقدر أبني الشجرة التطورية الخاصة دية بسهولة وباستخدام موارد متاحة سواء إذا كانت على الإنترنت أو ببرامج مجانية قدر أن أزلها على الكمبيوتر بتاعي وهنعرف طبعاً phylogeny مهم في إيه بيستخدم في إيه وآخر حاجة اسمحوا لي إن أنا أستعرض مع مخضراتكو بعض الأبحاث اللي قمنا بها في الفضرة طيب عايزين نعرف يعني إيه phylogenetics الترم ده ترم بسيط جداً هو مقصوم إلى جزء الجزء الأول كلمة phylum دي معناها tribe أو plane أو race يعني قبيلة أو مجموعة أو عراق وكلمة geneticus أو genesis اللي هي origin وبالتالي إحنا بندور على أصل الأعراق اللي إحنا بنعليها على الأصل دور إذن فكلمة phylogeny فهي مقصود بها أصل العرق أو أصل القبيلة أو أصل المجموعة فإذا وصلنا إلى الأصل نقدر نعرف إيه هي الأحداث التطورية اللي تمت وأدت إلى ظهور صفات جديدة أو أنواع جديدة في البيولوجي البيولوجي هو عبارة عن الاستادي للإفليوشن اماند جروبز أو فورجينيس أنا اللي بحدد الجروب أنا اللي بحدد هشتغل على species A أو في عندي مشكلة تصنيفية محددة عايز أحلها ما قدرتش أحلها بطرق العادية سواء إذا كان morphology أو anatomy أو حتى numerical taxonomy فأنا بحتاج أن أدور على tools جديدة تساعدني في حل المعضلات التصنيفية الحالية في الأساس إحنا بنشتغل على molecular sequencing data سواء إذا كان الـ DNA أو للبروتين هل ده يمنع أن أستخدم أي نوع تاني من الـ data لا ما يمنعش ممكن أستخدم morphological data ممكن أستخدم immunological data ممكن أستخدم biochemical data لكن لها limitation هنقدر نتكلم عليه بسهولة زي ما أستاذنا أستاذ دكتور عفتاح بدر تكلم معنا أنا مش هعيد الكلام تاني فأحنا بنقدر نتتبع الـ evolution بتاع النباتات بتاعتي بداية من unicillular organism من غاية مناصر إلى نشوف الخط التطوري بتاع طيب عمليا أنا محتاج أعرف إيه هي الـ data اللي أنا هدخلها عندي هل ممكن نستخدم data تانية غير molecular في الـ phylogen آه نستخدم morphology طيب إيه هي limitation لو أنا جيت في الشكل الأدامي ده حضراتكم أنا بس عايز أطمن إذا كان الصوت واضح الصوت واضح واضح جدا يا فالدي متفضل الحمد لله طيب لو إحنا تتبعنا حضراتكم هنا مثلا في خذنا شكل الورقة علشان أتتبع المجامع المختلفة في النباتات المائية في النباتات المائية هلاقي إن في نمط واحد ماشي عندي في ورقة زي ما إحنا شايتين من الشكل البسيط إلى أن يصل إلى الورقة المركبة أو وطفر كانت لكن هل ده بينطبق على كل مجامع النبات عندي لا لا ينطبق لأن كل مجموعة نباتية ليها مجموعة من الصفات المرفولوجية التي لا تخضع إلى طريقة محددة في التغيب ليه لأن بيخش عندي عوامل كتيرة جدا بتؤثر في الشكل المرفولوجي وليكن منها مسلا درجة الحرارة وليكن منها نسبة الرطوبة وليكن منها المكان الارتفاع وتظهر فأنا في عندي عوامل كتير جدا بتقدر تتدخل في هذه الصفات تقدر يؤثر في تطور هذه الصفات تمام زي بتختلف من مكان لمكان من الخطب الشمالي عفوا من الجزء الشمالي وكرة أرضية لجزء الجنوبي إلى الخلاف وبالتالي المركولوجي والفيسيولوجي والداتا والبايو كيمي والداتا لا يملك مكان 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 شكل الارع بيتغير بالشكل الفراني أو شكل التحوض بيتغير بالشكل الفراني من جنريشن للآخر الملمين اللي فيه موضل واضح ونقدر نحسبه حتى عدديا اللي هي الملكولار داتا كلها لها مكان مكان مواحد وبالتالي النهاردة الفيالوجيني بيعتمد على سواء إذا كان دين أو بصورة أساسية طيب كل دا هيبان في طريقة الشغل بعد طيب الفيالوجيني بيشتغل إزاي دي بسيطة جدا جدا نقدر نفهمها لو قدرنا إن إحنا نتخيل الشكل اللي قدامي دا أنا في عندي آدي مجموعة من الأجيال المختلفة من البكتيريا لو بينا في الجيل الأول هنلاقي مثلا معروف إن البكتيريا تتكاتر في الإنشطار السنائي مثلا فهيديني two different individuals في الجيل التاني الاتنين دول شبه بعض جدا والsimilarity ما بينهم كبيرة لكنهم هم الاتنين مختلفين عن الجيل اللي قبلوه نلاحز النون مثلا يبقى ثاني يبقى two individuals الاتنين دول في عندهم similarity عالية لكن السملarity دي مختلفة أو أقل مع الأب أو مع الجيل اللي قبل كذلك لو أخذنا الكليد ده أو الفرع ده ولقينا هنلاقي هنا نطلع لبرده في الجيل اللي بعده أفراد الأفراد دي التشابه ما بينها يكون أكبر عن الجيل اللي قبل وهكذا هتديني برضه أفراد متشابهة فيما بينها أكتر من الجيل اللي قبل هيتطلح هذا أيضا تعال نشوف الصفة الثانية هنا فقدت السيريا أو فقدت البلاي اللي موجودة بره في الجيل ده أصبح الجيل ده متشابه أكتر من مع بعضه كإنديفيدول أكتر من الجيل اللي قبل وهكذا طب إيه اللي بيؤدي إلى حدوث هذا اللي بيؤدي إلى حدوث عملية التطور هو ظهور التفارات وبالتالي لو أنا قدرت أتتبع وليكن مثلا هنعمل كده 100 generation over time يبقى أو ده يؤدي إلى ظهور أو اختفاء صفات محددة في الكائنات الحي بصفة عامة وبالتالي لو أنا قدرت أعمل لهذه الصفات المختلفة هقدر أعرف الخط التطوري طيب يبقى هنا المشكلة عندي المشكلة إن أنا محتاج إن أنا أشوف كل الأجيال وراء بعضات طب هل أنا لما أجي المنطقيا لما أجي أعمل البيلوجيني لنباتات أو لمجموعة الكائنات من 4000 سنة أو من 5000 سنة أو من ملايين السنين هل من الطبيعي إن أنا هقدر أشوف كل النباتات لا مش هقدر أشوف مش تابقى موجودة عند طب أجيب الدات منين أعرف الخط التطور اللي تم ده منين كل ما بتحصل في من جيل إلى آخر بتتسجل في الشريط الوراثي لما تتسجل في الشريط الوراثي أقدر أنا لما يكون عندي الاخراني آخر جنريشن اللي هو النبات أو الكائن الحية لحضراتك الكبتول النهاردة وأخدت منه وعزلت وصلت قدام حضرتك وقدر تقرأ تقدر تقرنه بالداتة القديمة تقولي طبعا أنت هجي بالداتة القديمة دي منين يجي من هنا دور الفوصل يبقى الفيولوجيني بيعتمد على أننا يكون في عندي داتة مخزنة أقارنها مع الداتة اللي موجودة دلوقتي يبقى اتفاقنا أن الفيولوجيني محتاج يكون في عندي داتا بيز الداتا بيز دي قادر أقارن الكائنات الحية اللي موجودة النهاردة بالكائنات الحية اللي كانت موجودة من آلاف أو ملايين السنين أقارنها بطريقة أو أخرى فين الداتة دي متخزنة فين؟ متخزنة في الشريط الوراسي الشريط الوراسي اللي متسجل عليك وإلى حاجة طيب على هيئة ايه؟ على هيئة ميوتاشا أو اختلافات وبالتالي المفترض ان انا اركب قالت الزمن واربع بالزمن لورا وده طبعا شيء مستحيل ده شيء مستحيل ما قدرش عمله امال هعمل ايه؟ بحتاج ان انا يكون في عندي فوسل لان الفوسل بروفايد كوائد جود ريسورس للفايلوجيناتك انفرميشن تمام؟ طيب يبقى انا كده يبقى نرجع تاني للشريحة اللي قدرها يبقى انا كده الخط التطوري ماشي مع الزمن الفايلوجيني بيمشي عكس الزمن وبالتالي انا بشوف اللي كان موجود عندي النهاردة وبحط افتراض ان الجيل اللي كان قابله كان شكله كذا الجيل اللي قابله شكله كذا وبحاول اطبق الطرق الاحصائية في افتراض صحة او خطأ هذا الفرد طيب الموضوع لسه غامض بالنسبة لي هيبقى لما نيجي نشتغل في الجزء العملي انا هحاول اسرع بسرعة عشان ندخل على الجزء العملي زي ما استاذنا السيد الدكتور عبدالتاح بجرأ لنا على الشجرة الشجرة عندي هي عبارة عن برانشنج دايجرام بيوضح العلاقات التطورية او العلاقات العلاقات النسب بين الاجزاء او بين الكائنات المختلفة فانا لو عندي سبيشيز اي بي سي تي اي اف دول بسميهم الليف او بسميهم او هما ديهم اسم كده اللي هو الترمنال تاكسا او بنسميها الليف على هيئة اوراء الاشجار بيربط ما بينها وبين الكائنات التانية برانش فارغ هذا البرانش طوله او قصره ده قصة كبيرة خاصة نقدر نتكلم عليها اذا كان فيه دقاءات اخرى تانية وبيعتمد على عدد الميوتاشن اللي ترقمت عبر الزمن اللي ادى الى ظهور هذا الكائنات طيب المجموعة من الكائنات المشتركة في نفس الاصل الواحد او الاصل المشترك هنسميها تليد او فارغ وكل نود من دول او كل نقطة من دول بنسميها الhypothetical organism او طب ايه هي انواع الاشجار بسرعة جدا عندي نوعين من الاشجار يعني ايه انروتد انروتد دي مجرد انها بتوضح ان فيه علاقات ما بين الانواع ولكن لا توضح من هو الكمان انسيستر اللي بينهم اما الروتد تري فبتوضح ايه هو الكمان انسيستر اللي انحضر منه جميع الاسلاف اللي احنا بندرس كلمنا على الهوموبلاسي والهومولوجي مش هكلم تاني عن الهوموبلاسي لكن الهومولوجي هبكر حضرتك بانها الصفار المتشابهة التي يخرج منها الكائنات الصفار المتشابهة الموجودة في الكمان انسيستر او في الاصل المشترك اللي تنحدر او تتواجد في الاسلاف عشان كده بنسميها الهومولوجي طيب تعالى المجموعة من الكائنات لو انا عايز اقرى الفايلوجيناتك تري ودي يمكن تكون اخر نقطة هتتلم فيها قبل ما نتدي يعمل لما نيجي نقرأ الفايلوجيناتك تري فيه ناس كتير لما تيجي عندها بيبر او كتاب ويطلع فيه فايلوجيناتك تري يحصلوا بانك يقولك انا مش عارف اقرأ اشوفها ازاي انا مش فاهم اي حاجة لا الموضوع بسيط جدا الفايلوجيناتك تري يا جماعة لازم احنا اللي نقراها ما تخليهاش هي اللي توجهك بمعنى هنا خلينا نشوف مع بعض كام اسبيشيز عندي كام تاكس عندي عندي من تاكسة اي لتاكسة جي نفترض ان انا عايز اعرف العلاقة بين اي والاف والجي تعالى نشوف مع بعض كده الاي والاف والجي هنلاقي ان الاي والاف ليهم كومان انسيستر والجي لي كومان انسيستر تاني معنى كده ان كلاهما اتى من من أصل مختلف وبالتالي بنسميهم يبقى العلاقة ما بين الـ E والـ F والـ G متعددة الأنساء ليهم أكتر من أصل مشترك يبقى الـ E والـ F والـ G ما ينفعش أتكلم عن الـ E والـ F باس لا أنا عايز العلاقة ما بين الثلاثة دول إذن فمجموعة الـ E والـ F والـ G الثلاثة دول بنقوم عليهم يعني ما عندهمش أصل مشترك وحيد طيب تعال نشوف العلاقة بين البي والسي والدي أنا عايز أشوف العلاقة بين البي والسي والدي هلاقي أن البي والسي لهم أصل مشترك وهذا الأصل المشترك مختلف مع الدي يبقى الدي ليه أصل مشترك ولكن خد بالك أن البي والسي والدي مشتركين في أصل مشترك واحد ولكنه ليس الأحدث مش هو الحديث البي والسي في أصل مشترك حديث البي والسي والدي في أصل مشترك في الجيل اللي قابله وبالتالي أقول إن ال-B وال-C هما يبقى إيه هو ال-Baraphyletic هي عبارة عن مجموعة من الكائنات الحية لها ولكن خد بالك إنها لا تحتوي على ال-A لا تحتوي على كل الجروب أو على كل الأفراد اللي ليها في نفس ال-A التي جاءتها حضر من نفس الأصل المشترك يبقى تاني يعني معنى كده إن أنا لو دخلت ال-A في العلاقة معايا هيختلف هتختلف لو دخل لو قلت أنا عايزة أشوف العلاقة بين ال-A وال-B وال-C وال-D خلاص ما قدرش أقول عنهم برافيلاتك هقول عنهم ترم تاني لعشان كده وأقول خلي أنت حضرتك تقرأ الشجرة بالطريقة اللي أنت عايزها لو عايزة العلاقة بين ال-B وال-C وال-D هتشوفها بطريقة مختلفة في حالة ما حضرتك دخلت ال-A هتختلف تعال نشوف العلاقة بين ال-H وال-I وال-J ال-H وال-I وال-J كلهم يأتوا من أصل واحد وبالتالي دول مونوفيلاتك أو وحيدة الأصل أو وحيدة المنشأ إذن أنا في عندي ثلاثة جروب أقدر أشوفهم في أي شجرة مش هتختلف أي شجرة آآ آآ فيلوجينية لن تختلف عن المونوفيلاتك أو البوليفيلاتك أو البارافيلاتك طيب دي حاجة اسمها مقياس ملائمة البيانات لفرضية معينة إحنا اتفقنا إن أنا ما شفتش بشفتش الموجودة كانت قبل كده يعني أنا بحط افتراض طيب لما حط افتراض يا ترى هبقى متحيز لهذا الافتراض ولا لا أنا بحطه افتراض رياضي بحطوش افتراض آآ عادي طيب المال بعمل إيه بعمل حاجة اسمها بستخدم حاجة اسمها الاقتماليتي كريتيريا دي هي الداة اللي عندي هل يطرق فت للهايبوفيس المأقود ده ولا لا نمرة ننخد بالك طبعا كلنا عارفين إن احنا بنقسم النتائج اللي عندنا أو بنفرقها طبعا للسيميلاريتي أو في السيميلاريتي إلى كلاستر وإلى جروب هما دول الأصل أو المبدأ الأساسي في إنشاء أي شجرة تطورية تعالى نشوف الثلاث خطوات الرئيسية اللي بنعملكم ودول هنعملهم عملية النهاردة دلوقت أول حاجة اسمها هوملوجي سيرج يعني ايه هوملوجي سيرج أنا في عندي سيكونس داتا exemple عندي داتا بدخلها على الداتا بيز كبيرة خالص اللي فيها كل السيكونس بتاعة الكائنات الحية اللي موجودة حتى الآن اللي قدرنا نعمل access وأشوف الشيقونس بتاعة دين إيه التشابه مع مين أشوف oxide موجودة في الداتا بيز متشبهة معايا نمرة 2 بنزلها بعمل لها دول نوت وعمل لها عملية ترتيب نمرة 3 ابتدي أبني الشغرة التطورية نبدأ أول خطوة الهومولوجي سيرش أشهر داتا بيز موجودة عند النهاردة بيستخدمها كل الناس علشان تقدر تعمل شغرة تطورية هي داتا بيز بتاعة الناشونال لايبري اوف ميدسين الني اتش أو الني سي بي اي وبنستخدم حاجة اسمها البيزيك لوكل اللايمنت سيرش طول أو ال بلاست اسمحولي ان احنا ندخل عليها مع بعض ادي الـ user interface أو user interface دمام مش هكتلم عليه بالتفصيل لكن خد بالك هنا في عندي حاجة اسمها نيكلي تايت بلاست وحاجة اسمها بروتين بلاست لو انا عندي داتا بتاعة دي اني هفش على النيكلي تايت بلاست ولو عندي بروتين هفش على البروتين بلاست انا النهاردة هدخل على النيكلي تايت بلاست طبعا مش هكلم عليه بالتفصيل برضو لكن خدوا بالك وفي حاجة عندي هنا بيقول لي ايه بقى في عندي حاجة اسمها query عشان كده يا جماعة الفايلوجيني الفايلوجيني جزء من البايا انفرماتيكس جزء من البايا انفرماتيكس النهاردة علشان اقدر افهم الفايلوجيني كويس لازم اخد البيزيكس في بايا انفرماتيكس الكويري المقصود بيها اللي هي الاننون سيكوينس او الاننون داتا اللي عملك سيكونس بتاعت اللي حضرتك نيزلت الفيلل جمعت العينات خدتها في المعمل عملت عزل للد اي اي قدرت تاعزل الجين وقدرت تعمله سيكونس فاصبع عندك امنون سيكونس في عندك سيكونس او مش امنون في سيكونس رو سيكونس عندك عايز تبديد تعمل يبقى الكويري سيكونس ده مقصود بيه السيكونس بتاعي انا اللي انا هدخلو على بندخلوا على حاجة اسمها الفاستا فورمات. الفاستا فورمات دي حاجة بسيطة جدا. هو عبارة عن ايه? عبارة عن او مكتوب بطريقة معينة مكتوب بطريقة بسيطة جدا. اسم السيقونس والسيقونس آآ بيتس. هاوريني لحضراتكم ايه هو الفاستا فورمات بسهولة جدا. لو انا جيت هنا ادي الفاستا فورمات هشوف هنا هفتح الفايل ده انا جاي بسيقونس علشان نقدر نشوفه مع بعض. هفتحه آآ آآ ببساطة جدا. هو ده الفاستا فورمات بيبدأ بعلامة اكبر من وبعدين اسم السيقونس وتفر ايه هو الاسم. وبعد كده التتابع بتاع القواعد الايه? بتاعت الدين ايه? ده هو الفاستا فورمات. ده بسيط جدا من ابسط انواع الفورمات اللي موجود عندي. طيب. نبتدي نرجع تاني. نروح ليه الان سي بي اي او للداتا بيس بتاعتي. هو بيقول لي ايه? بيقول لي دخل الفاستا فورمات بتاعي. هدخل الفاستا فورمات بتاعي. اللي هو مايس انا مسميه هنا مايسيقونس اهو. هقول له رفعت له الملف خلاص. وبعدين هاجي هنا هقول له شو الريزالت النيو ويندو. واقول له بلاست. وهسيبه يشتغل. كده شغال. بيعمل لي ايه بقى في الحالة دي? بيدور في الداتا بيس اللي عنده. مين اقرب سيكونس عنده? مشابهة للسيكونس اللي انا عملتله ابلو. يدور في الداتا بيس اللي عنده في ملايين السيكونس اللي عنده. لغاية ما هطلع علي نتيجة. هو طلع لي نتيجة خلاص. ما شاء الله. اول حاجة هنا عندي. طبعا مش هقرأ كل الحاجة. وبعدين الكويري بتاع اي دي هو اداله اي دي من عنده. الدسكريبشن انا مسميه مايسيكونس ايزامبل. بيقول الطول بتاعي السيكونس بتاعك تسعمية تمانية وتلاتين ممتاز هنا بقى الداتا عندي طلعت على أكتر من شكل. تعال نشوف الداتا بيقول لنا لما دورت في الداتا بيس بتاعتي لقيت أن السيكونس بتاع حضرتك أقرب ما يكون للسيكونس دي كلها. يا خبر ربط كل ده أقول لك لا خد بالك هنا في عندي ثلاثة كولا مهمين قوي أهم مهم على الإطلاق البرسنت اي دين لقالي أن السيكونس بتاعي اللي أنا عملت له upload على الداتا بيس مية في المية متطابق مع السيكونس ده طبعا الحالة دي مش هي دي اللي هتقابلنا في كل حاجة لكن دي حاجة كتوضيخ يعني. بيبقى تاني أصبح السيكونس اللي عندي بيقولي السيكونس بتاعك متشابه بنسبة مية في المية مع السيكونس ده. ومتشابه بنسبة سبعة وتسعين في المية مع السيكونس ده مع الكائن ده. ومتشابه وهكذا 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 بيرتبهم لتنازليا. بيرتبهم لتنازليا في السيكونس ايدنتي. لغاية ما بيقولي هو متشابه مع الكائن ده اللي هو الروزا هايبرد كالتفر بلا بلا بلا. اللي هو بنسبة اربعة وتسعين في المية. إذن أنا قدرت أوصل لإيه هو الكلوزلي ريليتد سيكونس. للسيكونس بتاعي اللي أنا حطيته. طيب في طريقة تانية لعرض النتائج حاجة اسمها ببساطة جدا بيعرضها على هيئة بارز الأخضر أو اللبني أو الزيتي ده السيكونس بتاعي والأحمر ده الداتا أو النتائج اللي ظهرت عنه. في طريقة تانية إنه هو بيعرضولي عن طريق حاجة اسمها الـ alignment. بيقولي إن السيكونس بتاعي أهو والسيكونس بتاعي اللي في الداتا بيزل قرائب بتاعه أهو. تمام؟ وفي الطريقة التالتة التاكسونومي. بيقولي أنت دلوقتي السيكونس اللي دخلت تقولي أقرب ما يكون لجينس روزا. يبقى السيكونس اللي أنا دخلت دلوقتي أقرب ما يكون جيناس روزا. طب قلت ده تقريبا كده شكله الله اعلم روزا قربت. بنسبة كم? بنسبة آآ مية في المية. تمام? طيب. يبقى انا في عندي الداتا بتاعتي ظهرت عندي. تعال نشوف هنعمل ايه? انا هاخد عشان اسهل علينا الموضوع هو هنا بيقول لي سليك تقول لا انا هاخد اول خمستاشر واحد. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة اتناشر اتناشر تلاتاشر اربعتاشر خمستاشر. وهاجي هنا اقول له نزلهم لي. تمام? بقول له اعمل لي فهو بينزلهم لي. بعد ما ينزلهم لي تمام? هقول له لو سمحت ايه احفظهم عندي انا نزلتهم وحافظهم عندي. تمام? هنا نزلت السيكونس بتاعتي من على البلاست. هبتدي افتح السيكونس بتاعي بحاجة اسمها نرجع تاني للبريزنتيشن عشان ما ننساش. يبقى اول خطوة عندي يا جماعة عملنا ايه? الهمولوجي سير. نرجع تاني اول حاجة همولوجي سير. خلاص نزلت اقرب سيكونس عندي للسيكونس بتاعي. نمرة اتنين هعمل حاجة اسمها الالايمنت. حاجة اسمها الالايمنت. طبعا احنا محتاجين ان احنا نقعد كتير جدا في الالايمنت. لما بينزل السيكونس عندي بتنزل متل اخبطة بالشكل ده. بعمل لها عملية ترتيب. بحيث ان انا اخلي المتشابهة او الاماكن المتشابهة في كل اللي انا نزلتها تحت بعضها. حيث ان انا اقدر اشوف فين التشابهات وفين الاختلافات. كأني بعمل تابل على الاكسل زيرو وان بس هو بيعمله اوتوماتيك. تمام? طيب تعالوا نعملها مع بعض. تعالوا نعملها مع بعض. مش هتاخل مننا وقت. احنا خلاص فتحنا. فتحنا او سوري نزلنا بتاعي. هقول له اوبن. تمام? اوبن مع البرنامج اسمه انا سايب لحضراتكم الرابط بتاع تنزيله. وده على الانترنت. كده انا نزلت كم واحد نزلت خمستاشر سيكونس. محطت معايا السيكونس بتاعي بقى فيه عندي ستاشر سيكونس زي ما واضح عند حضراتكم. الوقت دول متلخبطين. لو انت شفت كده حضرتك هتلاقي ايه? هتلاقي مش كله يعني مش مترتبين. هتلاقي في ايه? هتلاقي مسلا هنا في ايه? وهنا تحتها سي هنا تحتها جي. دول مش مترتبين. فانا اقول له لو سمحت اعمل لهم ترتيب. تمام? ده الغراءز. بيرتب بيبتدي يدي آآآآآآآآآآ كن نوع من من الانلايمنت هنا بيعمل الانلايمنت بيرتبه تحت بعضهم بحيث ان انا خلي كل نيكلويتايت تحت بعضها وكل دي تحت بعضها لو انا شفت كده هلاقي دلوقتي هو عملي ترتيب ايوة اهو ادي كده دلوقتي كله هنلاحظ نلاقيه هكبر شوية علشان حضرتك تشوفه كويس اهو دلوقتي رتبهم هو رتبهم تلاحظ حضرتك ان فيه ترتيب تقول لي ايه ده ما فيش اختلافات خالص نهائي امان انا هعرف ازاي ان فيه اختلافات اقول لك لا لو احنا قدنا نشوف حضرتك فيه هنا ايه فيه هنا ميوتيشن طيب اكمل اكمل هامشي كده هفضل اشوف كده هنا فيه هنا ميوتيشن طيب لو انا عمل غيرت الانوان كل اللي بالابيض ده كل الكولم اللونها ابيض ده هتلاقي فيها اختلافات تلاقي فيها ميوتيشن مختلفين عن بعض يبقى انا دلوقتي تخيل حضرتك ان انا بدور على اه اختلافات عندي تسعمية تمانية وتلاتين كاركتر تسعمية تمانية وتلاتين كاركتر في جين واحد يبقى كمية الكاركتر اللي انا ببني عليها تسعمية تمانية وتلاتين صفة وبشوف منهم كام صفة متشابهة وكم صفة مختلفة اذا هو افضل ولا المورفولوجي ان انا اقدر احكم المورفولوجي لو قدرت اعمل ميت صفة ابقى انا يعني حاجة كبيرة ميتين صفة بماكسما اللي اقدر اعملها تمام لكن انا النهاردة في جين واحد بقدر اشوف وبصف في جين واحد فقط تسعمية تمانية وتلاتين صفة وقد نصل الى الالافات اكتر ممكن اصل لخمس تلاف النهاردة بيعملوا هول جينم بيصل الى ملايين الصفات اللي يقدر يقارن بينها وبين النباتات المختلفة طيب نرجع تاني خلاص انا قدرت اعمل ملتابل سيكونس تمام سوري انا فين انا هنا اعمل خلصتو هخش بقى في الصفة في الخطوة الاخيرة اللي هي طريقة بناء الشجرة طب هبني الشجرة ازاي عندي تو اوبشن يا اما هبنيها ببرنامج ثري على اللب بتاعي لو في الانلاين هخش مسلا الابسط حاجة انا لقيتها اللي هو حاجة اسمها فيلوجيني فيلوجيني دوت اف او ار ده سوري ده ده عبارة ان برنامج او عبارة ان فاسيليتي اه اه الفرنسويين اه عاملينها في ري على الانترنت في منها كتير جدا اهو فيلوجيني دوت فرانس هتفرينيها ببساطة جدا وهبتدي اشوف ابني الفيلوجيني بتاعي ازاي هو ببساطة جدا بيقول لي ايه هو الفيلوجيني دوت فرانس ده بقول لي عبارة ان اه 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 بلدنج يور فيلوجيني في طريقة من الثلاث طرق يا وان كليك مرة واحدة يا اما ادفانسد بتدي حضرتك بتعمله مني والفارامتر يا اما تعمله الا كارت بالحاجة الادفانسد او تقدر تختار انت الابشن انا اختار الوان كليك وهيبتدي قول لي ارفع السيكوانس انهي سيكوانس بقى الجروبه في سيكوانس فاسطة احنا دلوقتي عارفين يعني ايه فاسطة هقول السيكوانس بتاعتي اللي حصل لها اللايمين السيكوانس اللي انا عامل لها اللايمين انا عامل سيكوانس اي تي اس اهو سيكوانس رفعت الملف تاعي اللي هو اللايمين وهقول له هنا بيقول لك لو انت لو هياخد وقت كبير عندك حط الايميل وهو يبعد الداتا اه بعد ما تخلص ليك وهي على طول بسيطة زي النهاردة كده ستاشر سيكوانس مش هياخد وقت هعمل هايبتدي يعمل ايه لما يعمل لما عمل هايبتدي يعمل لو مش معمول له اللايمنت هيعمل له اللايمنت وبعد كده بعد ما يخلص يبتدي هو عمل له اللايمنت خلاص اهو تمام بعد كده يبدأ يعمل هو بيبني هو الموضوع طبعا هيبان ان هو بسيط بس عشان احنا بنقدر بنفهم طلعات للتريق ادي التريق الفايلوجيونات اكتري قدرنا نبنيها في خطوات بسيطة جدا اقدر عمل لها اكسبورت للبي دي اف او اقدر عملها اكسبورت الحاجة اسمها النيو كرمات النيو كرمات ده نقدر نفتحه على اي برنامج بيقرأ الاشجار الفايلوجيونية ونغير ونحدد فيه يبقى قدرت النهاردة اعمل الشغرة بتاعتي اونلاين طب نقدر نعملها على الكمبيوتر بتاعنا مش اونلاين او نقدر هنستخدم برنامج اسمه ميجا 11 وانا برضو سايب لحضراتكم الميجا 11 دلوقتي اللينك بتاعه علشان نقدر بنحمله على الاجهزة عندنا هفتح الملابتو بتاعي هفتح الميجا 11 هقول فايل اوبن هحمل عليه السيكونسز ان انا عملت لها اللايمنت يسألني شوية اسئلة بيقول لي انالايز ولا انت عايزنا احلله ولا ارتبه هقول له ايه هقول له انالايز لان انا عمله اللاي منتاصل بيسألني بيقول لي نيكليويتايد ولا بروتين ولا برويس ديستنس لا هي عبارة عن نيكليويتايد سيكونس قل له اوكي بيسألني بروتين كودين ولا ولا لأ الجين اللي نستعمله النهاردة مش بروتين كودينان كودين خلاص حمل لي الملف هروح اقول له فيلوجيني ابني للشغرة بتاعتي على المكسمم لايكليويت وهنتكلم عليها دلوقتي ويقول لي دو يو لايك يوزا كارنت اكتف اه 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 فايل اقول له اه اوكي يبتدي يسألني عايز ايه انت طريقة الحساب بتاعتك اللي هي عملية العملية الاحصائية اقول له اه خليها بعملية احصائية عايزها كم ريبليكة الستاندر اذا معنا احنا بنعمل الف مرة يعني بعيد التحليل ده الف مرة تخيل حضرتك بقى 938 داتي 938 بيس بير في 16 كائن بعيدها الف مرة يبقى اشوف القدرة الاحصائية الرهيبة اللي يقدر يقدر يطلع لي روبة ناسي يطلع لي حاجة قوية اعتمد عليها احصائيين انا اخليها خمسين عشان الوقت وهنتكلم بعد كده على السبستيتيوشن موديل لو فيه وقت النهاردة وهبتدي اقول له ابنيل الشجر ابتدى ابنيل الشجر عدد الريبليكة اربعة من خمسين سبتة من خمسين سبعة من خمسين الى ان ينتهي التحليل بسرعة جدا ونشوف هيطلع لي ايه هياخد تقريبا نص دقيقة او حاجة ده بيعتمد عشان تلا النهاردة فيه ارتباط وسيط جدا بين الكمبيوتر سايينس الماثيماتيكس والبيولوجي محدش يقدر يقول النهاردة ان فيه انفصال ما بينهم اي مدرسة بيولوجية او اي كلية في العالم نهاردة لازم تلاقي فيها اه صال وصيق بالبيونفرماتيكس كده قدرنا نبني الشجرة بيقول لي الشجرة بتاعتك حضرتك عندك حجم الاتنين اللي هو بدأ بيها والبوتستراب اللي هي المعتمد عليها احصائي لو حضرتك تشوف كده هتلاقي ادي الشجرة طب بتاعي السيكونس بتاعي جاي مع الروزة ارابيكة لو تفتكروا لما نقولنا في الاتابيز كان بيقول لي ان انت التشابه بينك وبين السيكونس بتاع الروزة ارابيكة كان بيقول لي مية في المية وهنا طالع لي الروبوتنس طالع لي السيكونس بتاعي ان انا مدخله طالع مدوافق مع انه هو روزة ارابيكة بنسبة مية في المية الكلام ده اه حضرتكو ده اكشوال داتا احنا عملينها ونشرينها في بحس عن الروزة ارابيكة في مصر ده كان اول مرة ان احنا نقدر اه اه بتاع الروزة أرابيكا إنه هو كان تبع سيكشن كنينة ده سيكشن كنينة وده أول مرة نقدر نعرف الكلاسيفكيشن سيكشن ليه الروزة أرابيكا اللي هي نبات إندمج في مصر مش موجود في العالم كله وغير في مصر بإمكاننا نعرف الوضع التصنيفي بتاعه بالتفصيل اللي يقود أنا أقدر أغير شكل الشجرة ببساطة جدا أخليها سيركولر أخليها لو حضرتكم يعني بأشكال مختلفة أخليها أخليها الحاجات اللي احنا بنشوفها بقى فين في الأبحاث أو في المختلفة أقدر أكمل أزود أقدر أغير اللون يبقى النهاردة قدرنا نعمل إيه ده كثيرا؟ قدرنا نحنا نبني الأشجار بتاعتي بناء على استخدام أونلاين وبناء على استخدام برنامج فري على الكمبيوتر بتاعي طيب سريعا علشان برضو الوقت ما أخدناش الجدول ده هيوضح كل حاجة أنا عندي الطرق المختلفة لبناء الأشجار هما طريقتين يأما تكون character based اللي احنا اتكلمنا عليها يأما تكون distance based الفرق ما بينهم إنه character based inferior الفيلوجيني اعتمادا على الاندفيدوال character اللي هي إيه في الحالة دي؟ اللي هي nucleotide sequence position أو الامينو acid sequence position يا بروتين يا يا dna sequences distance based بيحول الفرقات بيحول الفرقات اللي احنا شفناها في sequences دي إلى 0 الفرق ما بين character based وال distance based إنه distance based بيؤدي بيؤدي إلى إختاء الكاركتر بيعتمد على الايه distance matrix بس بيحولها كلها إلى 0 ولكن هزي الطريقة حاليا مش محبزة المحبز إنه احنا نعتمد على character based لأنه كل ما زودت الكاركتر اللي بقارن بينها وبين الكائنات المختلفة عشان أعرف ليه خط التطوري بتاعها تمام طيب هنا إزاي بتشتغل comparing alternative philogines to one another and deciding which one is better يعني هو بيبتدي يعمل عمليات إحصائية كبيرة جدا ويحدد لو تفتكروا حضرتكم إحنا قدرنا نصل إلى الشدرة المزقوطة أو الإيه الأصح إحصائية المكسيمم بيرزومني اللي اتكلم عليها أستاذنا أستاذ دكتور عفتاح باد دي not model based يعني بتعتمد على إيه بتعتمد على إن هو بيختار أقرب الأشجار الصحيح حاليا الموضة اللي شغالة اللي ماشية دلوقتي maximum like the hood وال دي بتعتمد على ال model of substitution لأنها دي بتبقى explicit model of sequence evolution وcriterium based so include a near tree طيب إزاي أقدر أحدد الطريقة اللي هاشتغل بيه الفيالوجيني flow chart بتاعي إنت عندك مجموعة من السيقونسز هتعمل ال alignment بتاعك سواء إذا كان باستخدام ال bio edit أو العلي view أو c view وطيفر إيه هو البرنامج اللي تستخدمه وتبتدي تقارن هل هناك strong similarity between sequences لو فيه strong similarity استخدم الماكسمن برزي منه مثل لكن لو أنت ما عندكش strong similarity يعني فيه variation between الانديفيدوال بتاعتك اللي موجود عندك في التاعة في السيقونس بتاعتك يبقى حضرتك هتحدد ماذا السيميلارتي بتاعتك لو السيميلارتي medium similarity يعني فيه differences يبقى حضرتك تشتغل على distance مثل طب لو ما فيش similarity يعني يعني السيميلارتي قليلة هستخدم maximum likelihood مثل يبقى أنا عندي هستخدم يبقى أنا أمشي على flow chart بسرعة جدا إيه هو substitution model إحنا عارفين أنه عندنا أربعة a والg والc والt a والg تبع البيورين والc والt تبع البرميدين علماء الماثماتيكس علماء الماثماتيكس وأنا دايما بقول bioinformatics علماء الرياضيات قدروا يتوصلوا إلى أن هناك علاقة ما بين التغير ما بين ال-g أو ال-g لل-a وهناك علاقة ما بين التغير من البيورين إلى البرميدين وبالتالي قدروا يصلوا إلى model of evolution اللي موجودة between different organisms يعني من جيل لجيل هل هناك تغير من البيورين للبرميدين ولا من البرميدين للبيورين هل تغير من ال-g ولا من ال-g لل-a ولا من ال-c ولا من ال-c لل-a وهكذا قدرنا نصل إلى كامل وصلنا إلى 64 model of substitution رياضية وتم اختصاره إلى مجموعة من الموديلز اللي هتكلم عليها اللي هي واللي يكون في الجدول ده دول علماء الرياضيات والغريب أنه معظمهم أو الشيء الملفت من النظر أنه معظمهم من اليابان معظمهم يابانيين جي سي 69 اللي هو جوكس وكنتور سنة 69 قالوا أن السبستيديوشن طايف أن الاربع 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 نيكلي طايف بيتغيروا ما بينهم بنفس الريد وقدروا أنهما يتوصل إليه النتيجة كمورة سنة 80 قال الترانسيشن والترانسفير تعالنا نشوف يعني إيه من الالجين أو من السيل الت أو العكس دي منسميها لو تغير من البيورين للبرميدين أو من البرميدين للبيورين بنسميها في عندي موضل بيقول أن الترانسيشن الترانسيشن تمام بيكون اللي هو ألفا موضل أو أن الترانسيشن يكون أسرع من الترانسيشن وتغير إيه هي الموديلز اللي عندي أنا بشوف السيكونس اللي عندي عشان بعمله عملية استقراء إحصائي وبحدد الموديل اللي أنا بشتغل بحدد الموديل اللي أنا بشتغل بناء على هذا الموديل هبتدي أبني الشجرة التطورية الموضوع محتاج شرح أكتر لكن أنا شايف أنهنا يعني ما نطولش أكتر من كده النهاردة آخر حاجة هنتكلم عليها الانترستنج web portal you should know هنخش مع بعض على الonezoom اسمحوني نخش على الonezoom دي بورتل موجودة وجميلة جدا ومفيدة لنا إيه هي الonezoom زا 3 of life show how the life on earth is related and each leaf represent different species تعال نخش مع بعض على الonezoom browser ونشوف إيه هو الonezoom browser أدي الbrowser أدي 3 of life حطينا على الشجرة دي اتنين وربع مليون species اتنين وربع مليون لو أنا قلت له شوف لي flowering plant شوف لي flowering plant فين هي هي هيخدني هيخدني على المكان بتاع flowering plant على الشجرة زي ما حضراتكم شايفين على الشجرة لو دست عليها كده لو دخلت على flowering plant بيقول لي ان ده ال common ancestor لل flowering plant تعال نشوف مثلا في الحالة اللي احنا اتكلمنا عليها مثلا الروزة عربي هقول له شوف لي الروزة عربي كمكانها فين لو سمح قال لي مفيش no result وده اللي كنت لسه تتكلم عليه no result ليه لان احنا مفيش عندنا synchronization بتاعتنا مع التابيس بتاعت الناس اللي شغالة في البيانوجيني على مستوى العالم لو انا كتبتله هيخدني على هيخدني على طول مكان هيطلع من شجرة النبات ويخش بي على شجرة ايه على شجرة الانيمال او الحيوان تمام ويدخلني على الانسان ونشوف الانسان مكانه فين بغض النظر عن عملية أو خلافه ده مفيد جدا جدا هذا الموقع ان احنا نقدر نعمل نشوف مع بعض يعني الفايدة بتاعت الموقع التاني وده كان ليا شرف ان انا شاركت في الشغل مع بروفيسور ستيفن سميس وبروفيسور دوغلس سولدس انا قدرت الحمد لله ان انا اشتغل معاهم في هذا المشروع اللي هو وده مهم جدا ليه بقى لان المشكلات التصنافية تقدر حضرت تعرف اذا كان تحلت ولا لا اذا كان لسه في مشكلة ولا لا تعالى نرجع تاني برضو للروزة الارابي احنا شغلين عليه هيدور لي عن الروزة الارابي بيقول لي ايه هنا بقى بص حضرتك هتلاقي ما فيش data بيقول لي مش ظاهرة عنك لسه مش معروف الوضع التصنيفي بتاعها مش معروف الوضع التصنيفي بتاعها وبالتالي احنا وظفتنا ان احنا النباتات اللي احنا بنعمل لها فيالوجيني ان احنا بنعمل لها مع العالمية علشان تظهر لبقية الناس اللي في العالم كله بعد كده فيه الاي طول الاي طول ده بنقدر نستخدمه لبناء الاشجار التطورية اخر حاجة هعرض على حضرتكو يعني بعض الابحاث زي مثلا التكسوميك وديني باركوني والفايل جيناتك ده بحس عملناه لأول مرة بنشتغل في مصر على المعرات البزور وقدرنا ان احنا نصل الى التصنيف الدقيق لنباتات الإفادرة في مصر ده بحس تاني الDNA باركودين and phylogeny of phylomas أوريا ده endemic species في سيناء وقدرنا برضو نقول ان phylomas المصري اللي هو الendemic في سيناء بيتبع المديترينيان منشك بتاعه جاي من المديترينيان وفي السبجين ستولمويدس مليك ايدنفكيشن endangered plant species وقدرنا نصل الى انها بتتبع سيكشن كانيني وده كان لأول مرة نعمل السيكشن بتاع الروزا ارابيكا هنا اخر حاجة اللي هو اعادة النظر التصنيفية ووضع التنسيب والنشوء التطوري لنوعين من النباتات المحددة ابن انقراد اللي هو السيلين ليكوفيلا والسيلين شمبريانا وقدرنا نصل الى الوضع التصنيفي الدقيق لهذين النباتات بالنهاية بشكر حضراتكم واتمنى ان يكون تمت الاستفادة شكرا شكر جدا لدكتور احمد والحوار مع الدكتور اشرف على ما يطلع الدكتور اشرف شكرا جدا 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 دكتور احمد على هذا المجهود الرائع والفريد من النوع والمطلوب جدا 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 يعني فعلا ما عادش فيه بحث بيخرج من غير ما يبقى فيه استعمال الانترناشنال داتا بيز والبيو سيستيماتيكس كلها بتتطلب مثل هزيها الانواع من الدراسات ومن البرامج فارجو ان يعني بإذن الله نتقابل كياني وناخد وان اجزامبل حضرتك تختاره ونمشي به واحدة واحدة كده عشان يبقى تعليم بجد للشباب ولينا جميعا شكرا يا فاند متفضل يا دكتور اشرف الله يبقى اولا نشكر الدكتور احمد جزاكم الله خير كرام جميل لكن معانا الدكتورة رانيا الباكاتوشي مضبوط الاسم كده يا فاندم دكتورة رانيا الباكاتوشي كلية التربية جامعة اسكندري أهلا وسهلا أستاذ طراثة البناتنا النشطاء جدا حالك تقدر يا فاندم تفتح من عند حضرتك تفتح من عند حضرتك تفتح الصوت من عند حالك دكتور رانيا تفتحت الماي اه ممكن تعمل لها ازا كنت انا ازا كنت انا ازا كنت انا ازا كنت نطق الله ودي فنبر. انا عملت لها اميوت طبعا قبل ما اقول لها اكيد عملت اميوت. اوكي. طب هي هاتيجي. دكتوراني يا حركة اه طب في حد تاني عندي سؤال. اعنقا بعض تعقبان الدكتور اشرف بعد اذنك. طيب تفضل لحد دكتوراني ما تفتح. اه طيب. انا بس والدكتور احمد طبعا انا مسعيد جدا بالمحاضرة اللي قالها وانا عارف انه عنده اكتر من كده. وانا بدأت اشعر ان احنا كنا يعني معانا اه مبرر ان احنا نستمع الى هذه المحاضرة. لان الفالوجين جزء مهم جدا في مجال العمل. بالزاد في تعريف الانواع حاليا للكائنات الدقيقة. زملاء انا في الماكرو ارجانيزم بيحتاجوا تعريف البكتيريا والكتوريات بالايتي اس سيكونس. وبعضهم بيعتبر الموضوع شق جدا. بينما مع تدريب البسيط بعض الناس تقدر تعملوا وفيه مجموعة من الشباب في مصر منهم الدكتورة دكتورة أحمد طبعا وفيه الدكتورة فاتر الدكتورة أحمد فؤاد في جامعة خيرة وانا طبعا موجود معهم كده كنفس يعني لكن الشغل ده انا عملته مع دكتورة حنان من زمان واشتغلت عليه ايضا فانا شايف ان ده موضوع كنا موفقين ان احنا بدأنا فيه وان هو محتاج اضافات تاني وان شاء الله نبقى نرتب محاضرة او اتنين في هذا المجال الحاجة التانية اللي قالها الدكتورة أحمد الدكتورة أحمد أيضا انه أشار الى الميوتيشن وانا بس عايزة عرف ان الميوتيشن لما بتحصل كل ميوتيشن اليفينت بيعتبر خطوة تطورية في الـ DNA وبيتم يأما بالبس سبستيوشن هعرفين الـ DNA اربع حروف أدنين فامين جوانين سيتوزين يأما يحصل بس سبستيوشن يعني أدنين في يستبدل بقاعدة تانية او واحدة تزيد او واحدة تنقص فهو برضو بالتبسيط الشديد هو كده الحاجة التانية اللي هو جنوم سيكونس في طرع جديد دلوقتي بدأ الناس تعمل على جنوم سيكونس وقولوا المشهورة جدا في الفيولوجيناتك ريكونستراكشن لأنه هناخد جنوم كامل جدا هيبقى المقارنات بينها هتبقى صعبة واعتقد الـ هيبقى لازال مطلوب حتى مع الـ جنوم سيكونس الميجا اللي عمله الراجل الهندي برنامج أنا سعيد من دكتور رحمد أشار إليه لأنه موجود هو بدأ ميجا وان وميجا تو دلوقتي ما شاء الله ميجا سنة 2008 كان ميجا سيكس فهو برضو موجود برضو في مجموعة من دكتور رحمد قال البوتس تراب البوتس تراب يعني يمكن انت بتاخد بتشوف الاف الاحتمالات وتشوف ماذا التوافق كل ما زاد السيرش بتاعك لاحتمالات أكتر كل ما كان الفاليدتي في الداتا اللي انت واخدها أكثر وطبعا فيه فيه وفيه بتبقى مهمة نرجو ان احنا نستمع في محاضرة قادمة من الدكتور رحمد أو وزملائنا المهتمين بالفيولوجيني والمهتمين بالتصنيف ان احنا نتعلم أكتر عن هذا الخصائص التحليل الفيولوجيني أنا كمان أخيرا يعني مش هطول لكن أنا شفت الدكتورة سيدة جمال الدين والدكتورة سيدة جمال الدين أستاذ التصنيف بكلية العلوم جامعة قناة سويس وهي أستاذة الدكتور أحمد وأنا سعيد جدا منها عمل التعقيب شكرنا وبتوسني على المقدمة وعلى محاضرة الدكتور أحمد وأنا سعيد جدا دكتورة سيدة جمال الدين تحضر لتلمزها وتشجع وتشجعنا وإن شاء الله تكون معنا مستقبلة والله أنا سعيد أكتر يا دكتور معلش أنا سعيد جدا أنا مقدش طبعا أنت معرفش 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 لكن بالصراحة أنا سعيد جدا دكتورة وأي أستاذ كبير بيدخل معنا سواء من مصر أو من زملاء في العراق أو السعودية بيضيف إلى معلوماتنا بيضيف إلى مجموعتنا وإحنا سعاداء جدا إن إحنا كل منزل وكل ما نتعرف يبقى أحسن دكتورة رانيا تقريبا رانيا عملتها لكن هي خرجت ودخلت تاني وأعتقد خرجت تانية مش شايف إن شاء الله تطور وفاحدك رفع يدك أي فنم أنا بس دكتور شكرا لدكتور أحمد على المحضرة الجميلة والأفكار الجميلة لكن زي ما حضرتك عارف إنه كتير من التلامزة بتوعي بتوعي دلوقتي بنشتغل طبعا بنمتعها بالمورفولوجي ونمشي وفي الآخر بنعمل لها سواء IKS أو سواء إن كان ISSR وكل هذا الكلام لكن اللي أنا عايزة أسأله لحضرتك ما هي حجم الفاليدتي بتاعة كل دراسة لأنه لو إحنا جينا بصينا على المايكرو أرجانيزم لما بعمل فول جينوم سيكوانس خلاص بيتعمل لكن لو أنا مثلا عايزة أعمل لنبات زي القطني يعني عنده 24 مليون كاراكتر بسبير فأنا يعني برضو يعني لما يجي أخذ جزء منهم صغير جدا أو جزئين أو ثلاثة أو عشرة أو إلى آخر برضو أنا لسه سيكوانس أو عندي معرفة لجزء بسيط جدا من الفول جينوم فلما يجي أقارن بالشوية الفرجمنت الصغيرين دول أكيد هيتلاقوا مع متشابين مع حاجات كتير جدا جدا وأخبر حضرتك لأنه لسه أنا موسطتش للفول جينوم هيبقى فيه أو طبعا في الفرجمنت اللي أنا طلعتها ده مع حاجات تانية هتديني 100% مع كذا و50% مع كذا و86% مع كذا لكن في الحتة دي اللي أنا استهى دي لكن مش في الفول جينوم يعني أرجو لو رسالتي وصلت حوضتك تعالق لي على هذا الموضوع دكتور أحمد بعد إذن ساعد فضيل هو سؤال يعني يعني جيد جدا وهو ده السؤال الأساسي اللي بنسأله لأي حد لما فيجي يشتغل فيلوجيني أنت هتختار الجين على أساس أولا في عندنا زي ما حضرتكم لكم عارفين حاجة اسمها المليكولر اللي هي الريت افليوشن افيتش جين لوحده بنبتدي في البداية خالص نحسب المليكولر الريت ديمو ده يعني بيحصل عملية سريعة جدا وبالتالي تعتبر ما يعكز الصورة الأساسية لعملية التطور عبر الزمن يأما يكون الجين ده مور أو ما بيتغيرش أو بتاع بطيء جدا وبالتالي أنا هستبعد يعني هجيبي جين نحزي ما حضرتك بتقولي وهبتدي بسهولة وبساطة بطريقة بسيطة جدا ببتدي أحد الجروب دي بتكون يعني عملية التغير بتكون عبر الزمن بتاعها بين الديفران الديفيدوال ريت ميديم ميديم ريت ده هيعكس لي الريت اللي بيتم عبر الكائنات ده نعمرة واحد يبقى نعمرة واحد أهم أحد أخد بالي منها نعمرة اتنين أشوف هل الجين بتاعي ده كودينج جين ولا نون كودينج جين يفضل إننا لما أعمل الفيلوجيني أخذ النون كودينج جين لأننا لو خبت كودينج جين في الغالب هيكون كودينج لو حصل تغير هيؤدي إلى تغير في البروتين وإحنا عارفين أن التغير في البروتين بيؤدي إلى تغير في الصفاد وده ولله الحمد بيكون الريت بتاع أليل جدا وبالتالي بنبعد عن في عملية الفيلوجين باختار النون كودينج والفيلوجيني واتفقنا زي مؤسسنا في الطرعة في التاح بادري قال إن في جينز أساسية في النبات بنقدر نستخدمها أنا أتكلم عن النبات حالة المائك لأورغنازمس مختلفة بالنسبة للنبات في عندنا النكلر جين اللي هي اللو كوب جين اللي هو في منه نسخة أو اثنين في الهول جينم ده زي الآي تي أس الآي تي أس باخد منه أو الآي تي أس التو جينز دول بيكون في منهم لو كوب جين وبالتالي بيعكز وبيكونوا نان كودي وبالتالي أقدر أعملهم إكستريكت من الفول جينم وبتدي أدرسهم يبقى أنا كده بتكلم على الجزء بتاع النان كودي لما باجي كمان أعمل عملية مقارنة ما بينهم لازم باختار الموضل أوف سبستيتيوشن عن طريق صوفتوير محددة بيقول لي إن الموضل أو الجين بتاع اللي موجودة ماشي بطريقة فلانية وبتبقى الفيلوجيني موديل بيست ماينفعش أعمل الفيلوجيني منذر ما أكون عارف الموديل أوف إفليوشن الرياضي بتاع آخر حاجة لما عشان طبعا طبعا للإمكانيات الموجودة بياخد جين من الكلوروبلاست اللي هو مور كونزيرفتف وماتيرنل بيعكس للصفات اللي بتغير عبر الزمن ببطء وباخد واحد من النيوكلار جين وبعمل لهم دمج مع بعض وبالتالي بيتيني الريض أو الفيلوجيني بصورة أكثر واقعية الأفضل والأحسن إن أنا لو عندي إمكانيات إن أنا أعمل الهول جينم سيكوانسين اللي هو النيكس جينيليش سيكوانسين في برامج دلوقتي بتتعامل معاه إن أنا باخد الأفضل زي ما حدرت قولتي كده باخد الأفضل بيكتشر أقرن هذا الأفضل بيكتشر بتاعة الانديبيدول التاني وبطلع الفيلوجيني وهو ده الترند اللي شغال دلوقتي إن هما بنشتغل على حاجة اسمها النيتورك فييلوجيني النيتورك فييلوجيني اللي بيعتمد على الهول جينم سيكوانسين بالنسبة للهيومن وبالنسبة بالمايكرو بيستخدم حاجة اسمها اللي هي لدرجة إننا أقدر أفرق بين نوع والتاني عن طريق تغير ون يكلي تايت فقط وبالتالي ده برامج متخصصة بتعمل حاجة اسمها بتدور على الاختلافات اللي داخل الاربعة وعشرين مليون وبتقدر تطلع الفرقات اللي ما بين النباتات أو الانديفيدوال اللي تحت الدراسة يبقى أنا السؤال أو اختصارا السمري إننا لازم أخلي بالي من المليكولر كولوك أخلي بالي من الجين ده كولينج هل هو جين ولا كولورو بلاس هل الإمكانيات عندي تسمح إننا أعمل الهوم جين مسيكوانسين ولا لا لو ما تسمحش يبقى أنا براعي الأربع حاجات اللي احنا طورية الأقرب ما يكون بالمجموعة تحت الدراسة شكرا لحضرتك دكتور شكرا تحياتي دكتور رانية فضالي شكرا شكرا على حضرتكم أهلا وسهلا أهلا وسهلا بحضرتكم شكرا جزيلا لحضرتكم وعلى المجهود المفزول وبتوجه بقى بتات أسئلة للدكتور أحمد أول سؤال إزاي بنختار الأوت جروبس يعني حضرتك لو تدينا بس نفزة بنختارهم منين إيه الأقرب يعني نختار الأقرب أو إزاي يعني إيه إيه الرول بنختار عليهم الأوت جروب بتاعت السؤال الثاني على بتاعت يعني إمتى لما يطلع عندي من البرنامج نسب وحدة فيهم أعلم الثانية إيه بتاعت يعني السؤال الثالث اللي حضرتك حطيتها في تاني كانت المفروض كلها في نفس يعني كلها يعني في نفس الوقت فحضرتك علقت على آخر كليد وقلت إن دول نيور عن كليد أخرى مع إن كلهم كانت قدسين طايم يعني إحنا بنتكلم مثلا في الطايم على اللي هي بيبقى فيها البرانش اللينث بتاعها طويل أو قصير فليه حضرتك قلت إن ده ممكن يكون جاي من أنسيستر وده نيور زين التاني وأخر حاجة من شغلة حضرتك هل لقيت نتائج مختلفة على التريز اللي تطلع من كلهم يعني إحنا ما نجرى في برنامج واحد بيطلع تريز نفسها شكلها مختلف فهل لو أنا اشتغلت بالبايو إيدت وعيدت الشغل بالميجا إليفن بيطلع تريز مختلفة ولو ألف شكر لحضرتها طيب طيب بالنسبة للاوت جروب زي ما أستاذنا الدكتور عبدالتاح بدر أول حاجة لازم أثارها لازم تكون مجموعة بيولوجية من خارج المجموعة محل الدراسة وأقرب ما يكون لها يعني لو حضرتك نستشتغلي مثلا في اللاميسي بناخد وليكن في أي سيكشن من اللاميسي باخد السيكشن المقارب لي تصنيفيا ويكون مونوفيلاتيك يكون معروف أنه هو وحيد المنشط ده المبدأ الأساسي بالنسبة للاوت جروب الاوت جروب فيه ميسكنسيبشن في الاوت جروب إن أنا لازم أختار one individual أو يعني كائن واحد وده ده مش مصبوط أنا ممكن أختار أي عدد من الاوت جروب متاح ليا السيكوانسي بتاعتهم إذا كانت متاحة باختار يبقى أنا نمرة واحد لازم يكون الاوت جروب جاي من كلمة اوت يعني لو ما لقيتش يا دكتور حاجة قريبة عامل إيه لو ما فيش هتاخدي هتاخدي من الفاميلي الأقرب لو ما كانش من الترايب أو السابترايب القريبة تاخدي المستوى التصنيفي الأعلى يعني مستوى التصنيفي الأعلى قد نصل إننا إحنا ناخد اوت جروب من ثامي لتاني في بعض يعني ممكن ناخد من ثامي لتاني تمام يبقى لازم يكون بعيد شوية بس مش بعيد جدا من المجاميع اللي هي محل الدراسة وكمال الاوت جروب الحلو فيه أو السهل فيه إن حضراتك تعمل له ديليشن يعني لو النتائج عند حضراتك طلعت إن هو يعني أنا في بعض الأحيان مرة اشتغلت أوت جروب بس لقيته دخل في الان جروب تمام لقيته أوتوماتيك يعني آه تحصل آه بيبقى ريب صح وده وده لما عرضتوا على بعض أساس التصنيف في انجترا كانت موضوع كبير جدا 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 وابتدى لمحل دراسة جديدة اتضح كمان إن فيه آه تداخل بين اللي احنا كنا شغالين فيهم دول في الصدفة البحثة وجابوا طالب دكتورة بتدى يشتغل على الموقت طالب فده آه يعني بيدين يعني بيفتح لنا آه مجالات كبيرة جدا للشغل آه الثاني حاجة البيولوجيكال ميلينج لو أنا هعمل شير سترين تاني معلش آه لو أقدر اتفضل فاضل فاضل زي ما حضرتك قيلة كده فيه عندنا حاجة اسمها وحاجة اسمها transverse الميلينج الأساسي إن الترانزشن أسهل من transverse إن هو يتحول من بيوريلي بيورين أسهل من يتحول من بيوريلي برمدين ده كيميكالي يعني من ناحية التركيب الكيميائي لأنه زي ما حضرتك شايفه هنا دين دو رنج وهنا وان رنج يبقى مين اللي هيقدر يحدد الكلام ده اللي بيحدد الكلام ده العلماء بتوع الماثماتيكس اللي درسوا مجموعة كبيرة جدا من وقدروا إن هم يصلوا إلى إن هناك موديلز نقدر نستعمل طبعا لو حضرتك بتشتغلي على هتستخدمي حاجة اسمها مصدر مصدر موديل خس علشان تقدر تطلعي الموديل بتاع السيكوينز اللي عنده حضرتك دي مهمة جدا لو إحنا رحنا للجدول ده هتلاقي حضرتك أنا كاتب هنا إيه في الجدول أو أنا قايل إن الماكزم برزمني متفريتش معايا إن أستخدم أي موديل وبالتالي لو أنا مختار الموديل بتاعي غلط هيطلع للفايولوجين بتاعي غلط تمام يعني لو أنا فهم السؤال كده ده مهم جدا أنا حدده عن طريق هو أنا كان قاصدي هل لها معنى في الميوتيشن يعني أنواع ميوتيشن معينة لو ده أكتر من ده أو ده أكتر من ده يعني هل لها علاقة بالميوتيشن بتمشي إزاي لا 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 ما لهاش علاقة لأن هدي بصفة عامة يعني يعني هو مالوش علاقة إيه هو نوع الميوتيشن سمحني يا دكتور رحمد يا دكتور راني هو البرنامج لما بيحلل بياخد اندلز اندلز يعني في واحدة غيابة واحدة تظهري إزاي ده حصلت الطريقة الوراثية إزاي بتحصل أو كده تقريبا هي ما هيش يعني أساسية أو إزا كات الأهم كمان من نوع الحاجة إحنا ما كنتماش عليها عشان دي الوقت حاجة اسمها الباست مهمة جدا يعني في عندي حاجتين أساسيتين في أي موديل اللي هو والباست بياتبع اللي هو الجاما بياتبع ولا الألفا بياتبع اللي هو فده أوتوماتيك على طول حضراتك ده بيطلع أو الموديل بتاع سيكوينس ده هيتبع حاجة من الموديل أنا النصيحة أو الريكمنديشن اللي أطلعت منه من شغلي أن أنا دايما بشتغل بالجنرال تايم بفيرزبول الموديل ده موديل ينفع على كل حاجة لأن ده موديل ده ينفع على أي نوع من أنواع حضراتك جربي بي أول حاجة وبعد كده لو مداش مطلوبة حضراتك غيري الموديل ودربي الزيكوينس جربي تقولي تاني عن هي فيك مش فكرة إي هو تقريبا أول واحد أو تاني واحد هنا لا اللي بعدها لا اللي بعدها تقريب اللي بعدها لا أيوة تريدي تقريبا لا اللي كان فعل اللي انت لك لا لأن أنا فكرة أن أنا ما قلتش مست كومن ريسنت أو كده أنا ممكن تكون لا لا هي هي دي دي هي دي هي دي هاي إنتا شرحت دي إزاي الشجرة بتتشرح بتتقري هنا هنا أنا قلت لا مش دي يا دكتور بلعبلك إزاي الشجرة بتتقري يا دكتور أحمد لا هنا 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 الشجرة كنت توقفت عندها كتير به amيت حضرتك مع أنت حضرتك الملوانة الملوانة يا دكتور الملوانة يا دكتور أمين دي لا، لسه قتائم خلاص أنا أنا هاقفل ده فالس كده حضرتك يقولولي هنا تقعني واحدة. اه. انزل يا دكتور دعا. لا. لا مش شايف. ايوة ايوة دي يا دكتور. ايوة هي دي. ايوة هي دي. ايوة هي دي. لا هنا هنا انا كنت بتكلم على ايه? دي حضرتك مش شدرة تطورية خالص. دي. يعني حضرتك هنا مسلا قلت ان تقريبا البي اه نيوور عن السي. انا مقلتش انها نيوور لأ. انا بقول ان البي مجاية من كومان انسيستور. ريسنت كومان انسيستور عن السي. ايوة هو مش ده معفروض كل دول اه اتا سيم تايم يعني كل دول الطلاعين من انسيستور واحدة. لا لا لا. انا هنا ما بشرحش البرانش لانسي خالص. انا هنا بتكلم على العلاقة ما بين اللي. لو انا انا فاهم حضرتك بتتكلم على الكلادوجرام والفايلو جرام. تمام. الكلادوجرام لازم يكون في عندي تايم سكيل. تايم سكيل ده بيوضح ال النونبر اف ام آآ آآ اوة تايم اللي احنا شرحناها في النقطة دي. لكن أنا كان مقصود بيها اللي كان مقصود بيها هنا في الموقف أنا بشرح العلاقة من ال-B وال-C وال-D دول كلهم برا فايلتك لبعض ال-B وال-C وال-D ال-B وال-C جايين من common ancestor وال-D جاي من common ancestor تاني ال-common ancestor هنا hypothetically theoretically المقروض ان هو more recent المقروض ان هو more recent ما هي هي دي لها النقطة يعني ما هي دي النقطة ايوة مقروض ما يحضرش ايوة انا بشرحها ده مريحضرش ايه هو ال- ايوة فضل بشرحها علشان تبقى يعني اقرب وكل ما منروح بناحية الايميل كده لا هلأ انا عدركت كده في ال-Data يعني اه طبعا عدركتك تقدر اكتبلي بس ما فحبتش الكلادو جرام حبتي الفايلو جرام اللي هو ده ايوة ايوة تمام احنا خبتين تايم سكيل تحت هنا هو مهم جدا الواحد يقرى الشجرة ما يقرهاش من الناحية اللي ميني يجيبها هي بتتفرع زي من الاول وبعدين يتتبع الفروق صحيح ما يقراش من الاطراف لكن يقرى من عند الجزع وينشي على الفروق امودز ويتتتبعها انا انا سؤال اللي اشتابه بصراحة من حياتش اكتبه اخر سؤال بقى دكتور البيو ايدت والميجا اليفن واي برناميك تاني بنشتغل بيتري هل فيه فرق من الشجرات بتطلع من نفس الدارة؟ لا الدليل على كده ان احنا لما عملنا لما عملنا مع بعض الشجرة بتاعة الروسن وحضرت الفكري طلعت البرسنت واحدة لكن هيختلف امتا؟ هتختلف الشجرة امتا؟ لو حضرت غيرتي الموضل اف سبستيوشن؟ هيختلف هيختلف معيك لو غيرتي الموضل اف سبستيوشن؟ لا فيه سؤال تاني السؤال هل يطرى البيزيان انفيرنس البي ايه والماكسوم لايكليهود بيتلو نفس النتيجة وايه هو الكات اوف بتاع الشجرة اللي اقدر اشتغل على البرن انت؟ يعني البرن انده ده دي بيت كبير جدا مكتوف فيه بيبرز لكن انا شايف انا شايف من شغلي واختلاطي مع الناس اللي شغلين في الكلام ده سواء اذا كانت من تلطرة او في امريكا ان بحضرتك تلطري تاخدي البيزيان انفيرنس الكتوف بتاعه خمسة في المية على الابتو خمسة وتسعين في المية سميلارتي ده هايلي سببورت بالنسبة للمايكرو ارجانيزم الابتو 99% ده هايلي سببورت تحت التمانية وتسعين في المية مايعتبرش سببورت احنا بنعمله فطبعا دي حاجة يعني ده يعني حضرتك لو انا طلع عندي سببورت تحت التمانية وتسعين في المية بالنسبة للمايكرو ارجانيزم ما باعترفش بيه كمان بتعتمد على الهدف لو انت عايز ادينتفيكيشن لازم تبقى 99% يعني روزا ارابيكا طلع 100% لان هو فعلا روزا ارابيكا لكن الروزا سبيشيز اللي مصر الريليتد لي بدأ التائل اللي بقى 99 لغاية لغاية 95 تقدر تعمل لهم كلاستر وتقولوا ان هما دول مع بعض في سؤال رد للدكتور وفاقك هتسألت سؤالي ممكن حضرتك ما تجوبتش عايز استخدام الفينجر برينتينج الاس اس آر وكذا هل يعكس فيلوجيني او لا انا في رأي لا اهو بيدرس جيناتك ديستنس بيدرس جيناتك ديستنس وبيدي العلاقة الوراثية اكثر مما يعطي علاقة تطورية وهو مفيد في دراسة الانواع المتشابكة جدا او دياخ للنوع الواحد او لكن على مستوى التاكسوني ككل لا يعطي فيلوجيني ولكن يدي ديستنس ميجرز وهكذا السكوت برضو مش كده؟ اه كل السكوت برضو اه كل الفينجر برينتينج غير السكوت يعني لما نيجي نقسم النوروكلر داتا بنقسمها الى بي سي ار بي س دي ميسود ونان بي سي ار بي س دي ميسود اميز الاعينات عم بعدها بناءة على بتاعة دي اللي خارجها بريستنس اه اه عفوا يعني اكبر حاجة تقدر تاخدها او تستشفاها او تطلعها كداتا من من اي س س ار او السكوت هي السيميلاريتي ليس الا هي بتدي بتدي اه سيميلاريتي اه انا بستخدم برايمر لو جزء من الدي ان اي واشوف بالزبط جديد. بالزبط. ده كل ما يلاقي اللي هيبدأ يعمل عنده بيعمل. مش شرط يطلع كلهم حجم واحد وبالتالي بيبعند الكل عينة عدد من الاحجام لان ده عدد الاماكن اللي قدر يعمل فيه. تمام تمام. لكن باكيد باكيد ما بمالوش دعو بالقالص خالص. لان دي خطة انا بقى او اقرب ويبقى بقى مفيد في علاقة دراسة القرابة الوراسية. والقرابة الوراسية طبعا ممكن او ريليتد ايضا تبقى مفيدة. تمامي. طيب هل في حد عنده اي سؤال يا جماعة? انا مش قادر افتح الصوت خايف بس يكون حد اه حد يرفع ايده ولا انو يفتح الصوت للكل? لا افتح الصوت لدكتور لو اي حد عايز اتكلم. طيب انا فتحت الصوت للكل. لو في احد يفتح من عنده مباشرة. اي حد عنده اي سؤال ممكن يفتح من عنده مباشرة. بقى الصوت مش مقفول على حد الان. طيب انا شايف ان ما ما فيش اي اسئلة تانية. دكتور رحمد احنا مش عارف نقول لحضرتك ايه? يعني كانت محاضرة وورشة عمل في نفس الوقت. جزيل الشكر لحضرتك جزاكم الله خير. وان شاء الله لينا موعيد تانية مع حضرتك. يعني في الموضوع محتاج وورشة عمل فعلا. انا استفدت جدا جدا. معنا دكتورة فاتن رفع اديها. افتح من عندك دكتورة فاتن. استعماليكم. انا بس والله احب اشكر دكتور بدر و دكتور عبد الفتاح بدر و دكتور عحمد والله ربنا يبارك لهم فعلا يعني. وانا اتشرفت واشتغلت مع حضرتهم يعني. فحب اشكرهم جدا يعني. عنديش اسئلة. فشكرا جدا لما حضرتهم يعني. العزائكم الله خير. والله يبارك. شكرا جدا. اي حد عنده اسئلة تانية يا جماعة. عدود رحمد جزاكم الله عننا كل خير. دكتور بادر ربنا احفظك. ووجودك معنا بيسرر عادتنا دائما يعني. جدا 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 جدا. ربنا يحفظك. ربنا يبارك فيكم على اختاراتك طيب. شكرا محباتك. الله يبارك فيك يا ربك. شكرا يا دكتور سامي. طبعا. 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 هل نعلن على المحاضرة المرة الجاية? اه اه وبعدين عايزين نقول بس ان احنا مستمرين في بتاعة الستاتيستيكس والبايوستاتيستيكس والبايوامفرماتيكس في الموسم ده واحنا مركزين عليها. يمكن المحاضرة بتاعة دكتور بدر ودكتور اه اه احمد دي تاني محاضرة. اه بعد محاضرة الاستاذ الدكتور ياسين اللي كان مشرفنا من شوية وشرفنا في محاضرة برضو. اه قبل كده اه اه عن الكاب دي المحاضرة التانية بتاعة الدكتور بدر. عندنا المحاضرة الجاية اتفاضل يا دكتور اشرف. وباذن الله باذن الله عشان برضو لان احنا طبعا جانا سؤال كتير خلال التلات مواصم اللي فاتت ان مفيش بحث دلوقتي بينشر من غير احصاء ومن غير اه معاملات احصائية وبالتالي كانت الفكرة ان احنا هنقدم هذه الخدمة حتى وان كانت مش وافية لكن لو ما تسمعوا المحاضرة على اليوتيوب اه تاني مرة او اتنين او تلاتة هتلاقي برضو عندك بقى عندك مدخل انك تفصل النتائج او تعمل زيها او ازاي تنزل البرنامج ويمكن مشكورا سعد الدكتور احمد ادينا بيانات كتيرة على بتاعك مثل هذه البرامج وكده فارجو بازن الله انها كنا فعل حضراتكو اتفضل يا دكتور اشرف قدم للدكتور طهد فضل ابن ان شاء الله المحاضرة الاسبوع الجو يوم الاثنين في نفس المعد الساعة تسعة تلاتة اشر ستة ان شاء الله المحاضرة بعنوان التجربة والاحصاء في علم البيولوجي التصميم والتحليل باستخدام برنامج اكسل واحدة من اسهل اشياء ومطلوبة جدا جدا بتبين الحاجات يعني الداتا بتاعتنا انتربيتاشن بتاعها بيكون سهل جدا باستخدام اكسل experimentation in biology design and analysis using اكسل program ان شاء الله استاذنا الدكتور طهد القاتوني استاذ الفيسيولوجي كلية علوم جامعة الدميات ان شاء الله نسعد بي ان شاء الله المرة الجاية وجزاكم اللي عننا كل خير جزاكم اللي عننا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته